آخر النهاردة الذكرى الأولى لرحيل صديقتي الفنانة الرائعة رجائق جداوي رجائق جداوي أنا اشتغلت معاها وكلت مع عش وملح و أنا قلت ده قبل كده من أروع الشخصيات اللي ممكن تعرفها على المستقل الإنساني والشخصي لما تعرف أنك عيان يعني يا ربي أجعرف مزان حسناتها ما تسيبش حد و أنا أذكر أن أنا أحيانا كنت بقى والله يا جماعة بقى في مقاذق يعني ما بقولش الحد يعني ببقى في مشاكل ما بقولش الحد قال إيه بتكلمني رغم مثلا إيه بقى أنا مثلا شهر ما تكلمناش محمد إنت كويس إنت فيك حاجة عايز حاجة عايز مساعدة وتعد تدعمني نفسيا وتدعمني يعني فحاجة يعني أنا أذكر لها مواقع فكير كده كتير كتير يعني إحدى المرات كانت في المملكة العباسة في حفلة كده وأحد العاملين المصنين كان في مشكلة ما ثبتوش إلا محلته الله يرحمه أنا هنطلع فاصل أزعلكو جزء من آخر لقاء عملته معايا آخر مداخلة تلفزيونية قبل ما تمرد وتذهب إلى مستشفى أعتقد الإسماعيلية أو حاجة زي كده وبعد الفاصل معانا فقرة مهمة جدا بعنوان هل أصبح التحرش ظاهرة وليه ونتلقى تلفنتكم انتظرونا والثامنة